موسيقى ويزيد بمعدل 23 فدان بيروحوا مننا كل سنة متخيلين 23 فدان بيتدمروا كل سنة وينعدم خيرهم ويتزرع مكان الخضار والخير أسمنت قبيح وخرسانة أقبح وطوب أحمر في شكل كتل من العشوائيات وبدل ما الجزيرة تفضل محمية طبيعية زي ما كانت هجمت عليها العشوائية وبدل ما كانت الخضرة بتملى المكان بقى لون الطوب الأحمر هو السائل وياريت كان في قلب الطوب الأحمر دا سكن أدامي أو صح دا تزرع في قلبه سكن غير صالح لحياة كريمة ومنعدم المرافق والخدمة الأساسية وعاك الصورة مشواهة على النيل وعلى البيئة المحيطة بي وكأن النيل العظيم دا بيروي غابة من الكتل الحمراء القبيحة الدولة فكرت تطور المنطقة وتعيد الجمال للنيل للجزيرة اللي كانت محمية طبيعية في الأصل وتخلي جزيرة الوراء رئى ومتنفس لكل المصريين جزيرة الوراء مساحتها 1295.5 فدان بما فيها مساحة أراضي النحر فيها 5956 منزل مبني بالطوب الأحمر على مساحة 190 فدان المساحة اللي في حيازة هيئة المجتمعات العمرانية 888.65 من 100 فدان يعني أكتر حاجة بسيطة من 71% لو استبعدنا أراضي النحر الدولة هتبني 94 برج فيهم 4092 وحدة سكنين يعني فيه وحدات سكنية هتتبني للناس ولما الدولة بتقرر تطور منطقة عشوائية المسألة بيكون لها قواعد وإجراءات تضمن حقوق الناس وفي نفس الوقت تضمن حق البلد في مظهر حضاري يعني المسألة لهي طرد ولا تهجير ولا كلام خزعبالي من اللي بيقولوه الدولة حطت مبدأ الشراء الرضائي للناس وحطت بدائل مختلفة للسكان علشان يختاروا الإسلوب اللي يناسبهم ويرضيهم يعني المسألة مش عافية ولا إكبار وزي اللي حصل في مشروع مسلس ما سبيرو بالزبط وديكوا شايفين اللي كان عايز يرجع رجع وكمان كان فيه تعويضات خاصة بالمباني وتعويضات تانية خاصة بالأراضي الزراعية التعويضات الخاصة بالمباني بتتم عن طريق تقييم المنازل دي قبل التطوير طيب إزاي هيتم تعويض المواطن؟ أولاً بنحسب ثمن الأرض إضافة لثمن المنشأة إضافة للتعويض 16 ألف جنيه عن كل غرفة ساكنة مش بس كده الدولة أتاحت 867 وحدة سكنية مفروشة مجاناً وبسعر مخفض في مدن العبور وحداي اكتوبر ومطار مبابة لللي عايز والساكن من حقه يختار المكان اللي هو عايز ينتقل لي نيجي بقى للتعويضات الخاصة بالأراضي الزراعية الدولة حطت 6 مليون جنيه تعويض للفدان الواحد وأتاحت 200 فدان استصلاح بمدينة السادات بسعر 375 ألف جنيه للفدان لللي عايز يشتري أرض هناك يعني 8 الفدان الواحد في جزيرة الوراء بيساوي 8-16 فدان في مدينة السادات وده مش كلام ولا فض مجالس ده إجراء حصل فعلاً وبيحصل دلوقتي للسكان في جزيرة الوراء يعني ايه الكلام ده؟ يعني في ناس اتعوضت فعلاً من سكان ومزارع الجزيرة عددهم كام الناس دي 4145 حالة كانوا بيزرعوا 832 فدان بقيمة 5 مليار جنيه الدولة خصصت تعويضات لسكان الجزيرة 5.7 مليار جنيه ومعنى أنها خصصت الفلوس يعني الفلوس موجودة فعلاً والدفع فوري وما فيش حد هيقولك فطع لنا بكرة يا سي وحجم التعويضات المخصصة للأراضي المبني عليها 5 مليار جنيه وحجم التعويضات المخصصة للمباني 600 مليون جنيه لعدد 2034 منشأة منهم 111 مليون تعويض اجتماعي وحجم التعويضات المخصصة لمنازل طرح النهر بالتراضي وصلت ل85 مليون جنيه لعدد 200 منشأة منهم 20 مليون تعويض اجتماعي ده كله بخلاف 320 مليون جنيه تحت حساب تعوضات قرار نزع الملكية طيب والسكن البديل الجاهز دلوقتي للناس تكلفته قد إيه؟ السكن البديل الجاهز والمفروش مجاناً تكلفته 2 مليار جنيه يعني والله المسألة لا هي أزل حد ولا تجبر على حد المسألة إن إحنا بنبني مصر الأول مرة صح ومش عاوزين نسيب حاجة للأجيال اللي جاية تتعذب بيها واتدخلهم في متاهات الدولة لما طلعت قرار نزع الملكية رقم 37 لسنة 2021 واللي كان بيشمل 100 متر يمين ويسار محوى الروض الفرج و30 متر كورنيش حول الجزيرة كان غرضها ترجع صورة مصر جميلة زي مكانة وغرضها توقف العشوائيات اللي معذب أهلها وبتضر بقية المصريين نزع ملكية حرم محوى الروض الفرج كان الغرض منه إننا نعمل مساحة إجمالية 91 فدان للأغراض القومية وهيتم نقل ملكية 66 و36 من 100 فدان وعدد 329 منزل من إجمالي 550 منزل أما حرم الكورنيش اللي عرضه 30 متر حوالين الجزيرة فده هيكون مساحته 85 فدان هيتم نقل ملكية 55 فدان بنسبة 65% وبعدد منازل 350 منزل وتم بالفعل نقل ملكية 131 منزل بنسبة 38% اوعى حد يفكر إن الدولة بتحارب مواطن في بيته أو لقمة عيشه أبداً ده بالعكس كل المصاريف اللي اتصرفت واللي هتتصرف دي هدفها الأول إن كل مصري يفتخر ببلده وإنها ما تكونش أقل من أي بلد تاني ممكن يكون في ناس مش وصلها الفكرة دي وهي معزورة وده لأن في ناس بيحولوا كل فكرة جميلة لأزن علشان عاوزين مصر عشوائي عاوزين مصر تفضل صورتها قبيحة برغم إن الجمال مصري والحصن مصري والأصل مصري بكرة تشوفوا جزيرة الورق دي هتبقى إيه؟ هتبقى بتعبك وجهدك وصبرك أجمل مكان فيك يا مصر